وإلى خبرنا الثاني خطوط الجوية القطرية التي أعلنت أمس إلى تضخم خسائرها إلى 639 مليون دولار وهذا جاء في السنة المالية الأخيرة التي هي إلى مارش 2019 ومقارنة بخسائرها في 2018 بـ 69 مليون دولار فقط وبالرغم من أن شركة الطيران خطوط الجوية القطرية أطلقت 11 وجهة هذا العام 11 وجهة جديدة و31 وجهة منذ بداية المقاطعة على دولة قطر قالت الشركة في بيان أمس أن السنة المالية الماضية كانت مليئة بالتحديات أبرزها ارتفاع تكاليف الوقود وتقلبات العملات الأجنبية وأيضا أضاف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أنه كان عام أو كانت سنة شاهدنا إنجازات فيها في مواجهة الشدائد على الخطوط الجوية القطرية على الرغم من التحديات التي لا مثيل لها في هالم الطيران ترجمة نانسي قنقر